اياتو هل احرار العرب اهلا بكم في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله الحقيقة المقدمة دي للسيدات ولبعض الرجال اللي ما بيحبوش الكورة وغالبية الستات ملهمش في الكورة المقدمة دي بقى للستات اللي ملهمش في الكورة لانه المقدمة دي عشان نقول لحضرتك يا مادام ان الكورة مش 22 واحد بيجروا ربعض الكورة انعكاس لحاجات كتير قوي لثقافتنا لتربيتنا للسياسة المقدمة دي عشان نقول لحضرتك ان دورة كاس العالم في الدوحة السنة دي كشفت نفاق الغرب كشفت ان كل اللي بيتكلم عنه الغرب كذب كذب واضح بس خليني ابدألك من اول من اللحظات الفرح اللي هي قليلة قوي في بلادنا العربية اللي ربنا بتلاها بالفقر والتغاة والديكتاتورية عشان كده مبارح اللي حصل في ماتش السعودية والارجنتين لو انت مش عارفة السعودية فازت على الارجنتين اتنين واحد والارجنتين دي يا مدام من اهم واقوى الدول والمرشحة لكاس العالم والارجنتين دي يا ام وحمد ويا ام وحسين ويا ام صلاح الارجنتين دي بقالها ستة والتلاتين ماتش ما تهزمتش نهائي والارجنتين دي فيها ميسي الارجنتين فيها لعيبة الحقيقة جحدة والحكاية زي بقولك كده ماهاش مجرد كرة بيجروا وراها اتنين وعشرين شخص الموضوع فيه حاجات كتير قوي وده يفسر لك كتير من مشاهد الاحتفال والفرحة اللي حصلت مبارح بفوز المنتخب السعودي في مباراته الاولينية في مونديال كاس العالم ما كانتش احتفال بفوز منتخب عربي لا بقدر ما كانت لحظة مهمة وندرة للتفوق العربي في مجال حتى لو في الكورة فوز المنتخب السعودي مبارح على الارجنتين عمل هزة في الكورة الارضية انا عايز اقول لحضرتك عشان بس ما تقولش عمل عندنا احنا بس ويجي وقولك أصطها كورة اسمعيني بس الـ CNN الاتحاد الدولي للكورة القدم الارض كلها كانت بتتكلم مبارح على ان دي اقوى مفاجأة في التاريخ في تاريخ كورة القدم حصلت تخيالي والاحصائيات كمان كانت بترجح مبارح فوز الارجنتين بنسب كبيرة جدا لكن دور المدرب رينات ده وتميز اللعيب السعوديين عمل بجد بلا مبالغة زلزار في الكورة الارضية مبارح على كل مستويات من المراهنات للأحصائيات خذي عندك الخبر ده تخيالي ان في واحد استرالي خسر 160 الف دولار بسبب انتصار السعوديين بارح خلي بالك بقى حجم المراهنات 160 مليار عشان تعرف انها مش مجرد كورة حجم المراهنات في كاس العالم اللي هو احنا فيه ده 160 مليار دولار هتقولي لي قرب لي الحكاية اسهلهالك خلال شهر كاس العالم ده بيجرى خلال شهر 30 يوم حجم المراهنات فيه 160 مليار دولار هتبقى الخبر تخيالي حجم المراهنات شهر واحد شهر ميس سنة حجم المراهنات فيه 160 مليار دولار انبارح واحد استرالي خسر 160 الف دولار بسبب انتصار السعودية التاريخي على الارجنتين الفيفا كمان حضرتك اعتبر الفيفا ده هو الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الفيفا هو رئيس اكبر دولة في العالم اكبر دولة في العالم الفيفا اعتبر ان ده من اكبر الصدمات في تاريخ كاس العالم تخيالي حضرتك الفيفا اعتبر ان فوز الارجنتيني مبارح السعودية على الارجنتيني مبارح ده فوز تاريخي وعلق الفيفا في حسابه السعودية هزمت الارجنتين واحدة من اكبر الصدمات في تاريخ كاس العالم لكرة القدم كمان من أتلانتك كتبوا النفوذ السعودية أكبر صدمة إحصائية لكرة القدم في العالم والفضل المدرب المملكة العربية هي ترجمة بس إيه جوجل شوي المملكة العربية السعودية مطالعة لرجنتين لكن هل كانت أكبر صدمة وعمل البتاعة ده عمل إحصائية لفوز العرب أو فوز الفرق اللي مش قد كده عبر التاريخ لقى إن فوز السعودية مبارح هو أكبر صدمة ومفاجأة في تاريخ كأس العالم وبدأ يتكلم بقى إن المملكة العربية كان عندها فرصة 8.7 وتوقعت الشركات لذلك تجاوزت هذه النتيجة فوز أمريكا على أنجلترا في سنة 50 وبدأ بقى يستعرض بعض النتائج اللي عدت في تاريخ كأس العالم من سنة 3 من 10 وجدوا النفوز كمل كمل وجدوا أنه أو السعودية فازت على الأرجنتين وجدوا أن يفوز السعودية ده أكبر هو الرقم القياسي لأنه الأرجنتين بقى لها 36 ماتش ما اخسرتش ماتش واحد جات قدام السعودية اتكسعت بحمد الله وبفضل ثم يعني بفضل مجهود اللاعبين تخيلوا يا حضرات وطبعا الكل أشاد بدور المدرب إلا حافز اللعيبة لهذا الانتصار التاريخي خلينا شوف لعب السعودية بيتكلم عن تحفيز المدرب بس أنت خليك معنا سيبك من الفيديو ده خليك معنا في اللي جاي بقى ده واحد من الرجال السعوديين اللي كانوا في الفريق مبارح اللي دخلوا تاريخ كأس العالم من أوسع أبواب لكن الجميل بقى حضرتك انت ملكيش في الكورة مطعرفيش من اللاعب ده وملكيش في المدرب مطعرفيش عنه مدرب مجنون ولا أي حاجة في الداريخ مش مشكلة ومش عيد لكن الجميل بقى ان الفرحة دي مع ان المنتخب السعودي فقط سعودي لكن فرحة الفوز مبارح على أرجنتين عدت لكل أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج شوفي الفيديوهات دي لفرحة العرب كلهم لفوز السعودية مبارح ده جزء من الفرحة العالم العربي مبارح بفوز السعودية على الأرجنتين رغم أن العالم العربي كله يعني شعبية ميسي في العالم العربي طاغية رغم أن العالم العربي يتمنى يشوف الأرجنتين في النهاية كاس ما يتمناش أنها تخرج لكن إذا المتش مع السعودية وإذا السعودية فازت دي كانت الفرحة نفس القصة هتحصل لتونس والمغرب الفرق اللي بتمثلنا لكن الأجمل هو فرحة مناطق المعاناة العربية بالفوز ده من المسجد الأقصى لمخيمات الروهينجا لبنجلديش نشوف كده فرحة المسجد الأقصى بفوز السعودية أما في مخيمات الروهينجا في بنجلديش فنفس الفرحة نشوفها كده مش بس فوز السعودية اللي كان علامة على التفاعل العربي لكن الحضور القوي لفلسطين في كاس العالم كان موجود بنفس القوة بداية من رفع الأعلام الفلسطينية ودهان البيوت والتغني بالأغاني الفلسطينية إلى حاجة غريبة حصلت في الكاس ده وهو توزيع شارط فلسطين خنشوف جمهور تونس بيهدف بيهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين أما في قطر نفسها مواطن قطري بدأ يدهن علم فلسطين وقطر على سطح بيته ما كانش بس الراجل ده القطر الوحيد لكن في الملاعب بدأوا يوزعوا شارط فلسطين على المشجعين ونحنشوف مشجعين قطريين بيرتدوا ازي التقليدي القطر بس عليك تفهم شارط فلسطين زي كده وجلست شخصيات كبيرة من قطر ومواطنين قطريين في الملعب مرتدين الشارة دي اهي الشارات حمدان لحدان المهندي الشارات الفلسطينية حاضرة على ايدي القطريين شايفين القطريين وضعين على اديهم شعرات او الشارات الفلسطينية وصولا لتجاهل القنوات العبرية في رفض شعبي بدون اي ترتيل رفضوا التعامل مع قنوات اسرائيل الفيديو ده اتزاع على قناة كان الاسرائيلية الفيديو بتاع المؤابلات ده بتاع الشباب وزيع على قناة كان العبرية لكن اجمل ما في الموضوع ان العالم او كاس العالم زي ما قلتلك كشف الحقيقة اه حكتين مدى تجزر الثقافة العربية عند العرب كلهم من المحيط للخريج برغم الدعوات للتغريب وبرغم الترياء على الحضارة العربية اللي بقالها مثلا خمس سبع ثمان سنين وبرغم كل ده انما حتى الاجيال الجديدة عندها علاقة بالعربي كويس بالعربية كويس انما كشف كمان تحول من الكاس العالم من مناسبة كورة لمشهد عظيم للدعاية للثقافة العربية لكل العالم زي ما قال دكتور ألماني في دراسات الشرق الأوسط مع أستاذ تقادم الخطيب نشوف كده البوس ده بيقول ايه تقادم الخطيب بيقول بتكلم مع رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط عندي في جامعة هايدلبرج طلع الموبايل بتاعه وفرجني على لقطات فيديو للسعوديين وعدد من العرب بيحتفلوا بفوز السعودية وبعدين نظر لي بنظرة استشرقية عمري ما كنت أتوقع ان فيديوهات زي دي توصل لعندي ثم قال بلكنة ألمانية يعلوها الوقار الأكاديمي اللي بيحصل ده أكبر دعاية في التاريخ الحديث للثقافة العربية الدعاية دي خلت جورنال من أعرق الجرائد في العالم التايمز البريطانية تعمل افتتاحيتها تحت عنوان توقفوا عن شيطان قطر زي ما هو هنا وترجمته عربي 21 توقفوا عن شيطان قطر ودعونا نستمتع بالكرة لكن الحقيقة يعني الجزء التاني اللي كشفته كاس العالم في الدوحة السنادي هو النفاق الغربي في الغرب يا حضرات بيعلمونا ان الغرب لازم تحترم القوانين اذا بتعيش في بلد زي حضرتك كده زي حضرتك كده عايش في بلد اوروبي اهم حاجة في البلد دي انك تحترم قوانينها اذا عيشت في امريكا مهم جدا تحترم قوانينها اذا عيشت في اي دولة اي دولة غربية علامة انك موجود ومواطن كويس انك تحترم قوانينها شرط المرور اي قانون للدولة دي انت لازم تحترمه هم علمونا كده ان الغرب المعروف عنه انه بيحترم القوانين لكن في كاس العالم السنة دي في الدوحة اكتشفتنا ان ده كذب ايوا كذب وان الغرب ما بيحترمش القوانين ولا حاجة خالص وان الغرب ممكن يتصرف تصرفات ما يقومش بها غير سرساجي سرساجي بلغة المصريين يعني عيل شمام مدمن وكحيان المصريين والعرب اللي بيتريعوا عليهم انهم بيركبوا بلاش وبيزواغوا من الاوتوبيس ولا بيزواغوا من تذكارة السينما ولا بيكسروا القوانين وهمج كاس العالم في الدوحة كشف ان بعض المسؤولين في الغرب والصحفيين في الغرب طبعا سيبك من خنزير العرب دول موضوع يخصهم عن جيلهم لكن الدوحة كشفت ان بعض كبار المسؤولين ما يقولوش عن اي سرسجي في اي حرة شعبية في اي حرة شعبية في تونسو مصر في المغرب في الجزائر ولا اي حاجة في ناس مصرة ما تخليش حد يستمتع بكرة القدم زي الخبر ده المانيا الاتحاد الالماني واحد من ضمن سبع اتحادات معترض على قرار الفيفا بمنع اشارة مجتمع الميم الفيفا استجاب لقطر قطر اتغلت انا دولة عربية اسلامية ماليش علاقة بالقصة دي اللي يدخل عندي ما يشيرش الشارع دي قطر فرضت طريقتها ودي الدولة المضيفة دي الدولة اللي صرفت 200 مليار عليك بقى انك تعمل زي ما أنا بعمل كده تحترم قواعد وقوانين البلد الاتحاد الدولي الكوات القدم استجاب وقال ممنوع حد يشيل شرط المسليين كانت النتيجة ان الاتحادات منها الاتحاد الانجليزي استضم بالاتحاد الدولي الاتحاد الالماني الكوات القدم قرر ان يرفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية على الفيفا انها ازاي تمنع شرط المسليين وهنا بقى قرر مقاضات الفيفا خلاص مش بس كده في مشهدين بقى مهمين جدا نزلوا لعيبة المانيا وهما مش حطين على درعاتهم شرط الفيفا فعملوا الحركة دي اعتراضا على قرار الفيفا عملوها كده حطوا ايدهم على بقوهم كده ان احنا منعنا وتم منعنا من الحرية احنا سطنا مكتوم احنا فاقدي الحرية احنا مظلومين عشان ممنوع يشيلوا شارط الفيفا الاكتر من اللقطة دي وهما حرين طبعا فيها مليون كل حرية الاكتر من كده ان وزيرة الداخلية الالمانية الحقيقة راح تعمل حركة بجد بقى بجد ما فيهاش اي احترام لابسة جاكت وهي وزيرة الداخلية وزيرة الداخلية الالمانيا ورح تقعد في الصف الاول بجوار جياني ده رئيس تحدي دول كرة القدم اللي هو مانع شارط المسليين وفجأة قلعت الجاكت طلعت انها لابسة تحته شارط الفيفا عشان تتحدى الفيفا شارط المسليين وتتحدى الفيفا ومنظمين البطولة قادية هي الست قادية هي قعدة جنب رئيس التحدي الدول لكرة القدم وقادية جاكت لو فيه صورة قبل دي كده هو دي بعد ما قلعت للأسف يعني هم مرتبينها غلط هي دخلت لابسة جاكت احمر وهنشوفها بعد شوية يمكن افضل من كده يعني هي دخلت لابسة جاكت دي وزيرة داخلية المانيا ولان ممنوع الدخول اهو وراح تقلع الجاكت وطلعت ان الهانم وزيرة الداخلية اللي بتحاكم اي مواطن في المانيا لا يحترم القانون الست دي اي مواطن اجنبي او غير اجنبي في المانيا ما بيحترمش القانون بتحاكمه الست دي كسرت قانون الفيفا وقانون قطر وكسرته بطريقة اي واحد سرساجي اللي هو لابسة جاكت ومخبية الشارع ودخلت اول ما اعرض راح تقلع ورشترة طلعت في تحدي سافر للقانون الحركات دي بيعملوها المجرمين ومعتاد الاجرام لما تعملها وزير الداخلية منوطة بحفظ قانون بلد يبقى دا الغرب الحقيقي دا الغرب الحقيقي عشان كده كتب لها واحد الكلام ده كتب البوس ده كتب هل هذه حركات ناس محترمة تحترم قانون الدول لا طبعا هذه حركات لصوص وقطاع طرق وزيرة الداخلية الالمانية ترتدي شارة المسليين تحت الجاكت في مباراة المانيا واليابان للدخول للملعب وتفضح وتفضخ الجاكت بعد الدخول للملعب والجلوس قزارة الغرب اطلع بقى بالصور اطلع بالصور هو هنا مصورها بقى بالجاكت ايوة هنا الصورة افضل من اللي احنا جبناها شوف هنا دخلت الملعب لابسة جاكت هو برح تقعد قلع الجاكت تم دي يا مدام بيعملها اي واحد مجرم عشان يكسر قانون بلدك اي واحد مجرم بيعمل كده بيطلع عامل نفسه محترم القانون وفجأة في خلصة لما يلاقي الدنيا تمام يجي عام مكسر القانون مقطع الكرسي قعد من غير تيكت بيسرق حد انت عملت زي بالزبط يعني انت عملت زي بالزبط زي اقولك على حاجة مدام انا هوجه رسالتي للمدام دي هسألك سؤال وترد علي لو انا مصري وكان عندكم افنت رياضي او فني في المانيا وانا رحت ببعثة رسمية مع الايفنت ده خرجت من مصر مع فرقة موسيقية او خرجت من مصر مع مشجعين وهلعب المانيا وهب يا مدام دخلت بالفيزا بتاعتك واعدت في المدرجات خلص الماتش او خلصت الحفلة وزميله رجعوا وانا قررت اقعد في البلد وقدم على هجرة ايه رأيك او اقعد في البلد واسيح بقى وعيش في بلدك مش ده برضو احتيال على قانونك ان انا كنت جاي على اساس ان انا عازف فرقة او مشجع وسط جماهير وفجأة خلص الايفنت اجي قاعد في البلد بقى وانبرطع فيها وانا اصلا داخل بفيزا سياحي ايه رأيك يا مدام انت وزير الداخلية اللي انت عملتيه بالزبط ده هو بالزبط اللي بيتعامل عندكم وبتعتبروه انه دي هجرة غير شرعية ودي حاجة مضادة للقانون وان الفرق بين العرب والاوروبيين هو ان الاوروبيين بيحترموا القانون حضرتك احتلتي على الناس حضرتك دخلتي فيزا سياحي وعملتي نفسك هتحترم القوانين البلد وفجأة اكتشفنا ان كسارت القوانين دي هو ده الغرب يا حضرات انتوا بس بتخافوا من الغرب انتوا بتعملوا احترام زيادة للغرب بس مش الغرب بكله كده انما دول السياسيين ودول بعض الغرب ازدواجية في المعايير وفي الاخلاق وفي كل حاجة ناس كتير رصدتها وفضحتها زي البوس ده كده اقرأ البوس ده كده دي يفتة هاتلي يفتة في الاول الله يخليك ايوه هاتلي يفتة في الاول اطلع اليافتة دي يا حضرات عشان بس اشرح لكم بس كده اليافتة دي موجودة في مترو لندن ممنوع التدخين وممنوع شرب الكحول او انك تطلع المترو وانت ماسك حاجة فيها كحول خمور مش بس المترو ده انت حرم المترو نفسه او البوس الراجل اللي كتب البوس ده بيقول بقى هات البوس هات البوس بعد ما شوفنا بيقول يا راجل هات البوس اليافتة دي يا سيد الفاضل تجدها معلقة في كل الحافلات العامة وفي مترو الانفاق في لندن وكذلك داخل المحطات ممنوع التدخين او شرب الكحول او حمل اي زجاجة مفتوحة بها كحول حتى بدون شرب لا علامات من المواصلة ولا داخل المحطات ولا على رصيف الانتظار يقدر اي نطع بقى من حزب علماني والعيشة مرة او يساري وبكيفي يقول لا اه دي حرية الشخصية ولن اسمح بمنع من شرب الخمور داخل المحطات وايه التطرف ده وشرب يعني هاشرب لا وبحكم القانون لو حصل سيتم الاقتياد من الشرطة ومنعه من استكمال رحلته واحيلاته للقضاء وغرامة تصل الى الف جنيس تليني نفس الشيء موجود في بعض الاماكن العامة والحضائق ذلك والكل بيلتزم ومحاطة لسانه تحت القديمة الخلاصة يعني مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة وكل واحد يعمل اللي هو عايزه دي حقوق خرفان واللي عملين يولوله على الفضائيات دلوقتي وعملين فيها اسود عشان منعوا الخمور في مدرجات كسر العالم في قطر بتلاقيهم نعاج مستأنسة هنا وبقيد دول اوروبا اللي عددها اللي عندها نفس القوانين اهو وطلع الشارة دي طلع العلامة دي اللي موجودة على متر الانفاء وداخل محطات البصات والحفلات لسه زميل ليه بيحكيه لي دلوقتي بيقول لي انه هنا شاف منظر واحد سواء بص واحد طلع البص بشنطة فيها خمور سواء البص قال له حطها في الشنطة تحت اللي يا بارة الاوتوبيس دي الراجل حطها وطلع سواء البص شافه في المراية لقاه واخد لسه معاه ازايز وقف البص وناده نزله وطلع له الشنطة من الشنطة تحت ورمهله في الشارع وطلع بالبص لانه ممنوع تطلع البص بإزازة فيها كحول حتى لو ما فتحتهش ودي قانون عندهم لكن عندنا لما قطر عملتها بقت قطر متخلفة وبقى اينا نحن شوهم متخلفين وبقى اينا يا جماعة ازاي ازاي الناس تتفرج من غير ما نشرب بيرة وإيه التخلف ده عشان كده ناس كتيرا جدا النهاردة بخصوص بقى الست دي ناس كتيرا جدا طبعا الست دي وقفة الوقفة دي زي ما انت شايفها بالشارع دي بعد ما خابت الخبة القوية بعد ما المانيا تهزمت دي بعد ما الماتش خلص وهي وقفة تتحصر على شبابها ناس كتيرا جدا النهاردة فرحت بالمشهد ده لحظة فوز اليابان على ألمانيا واحنا اللي لكن في اليابان وانا لا نحن في ألمانيا وماتش ما يخصوناش اصلا بس بأمانة ربنا الفرحة النهاردة بفوز اليابان على ألمانيا لا تعدلها إلا فرحة السعودية بفوز على الأرجنتين نشوف كده المشهد ده ده كان تعليق المعلق على معاني احنا مناش في ألمانيا ولا هي أصلا في مقبل يعني ملناش في القصة ولينا في اليابان إنما أنصار القضية دي اللي هم ضد اللي عملته وزيرة الداخلية الألمانية واختراقها للقانون كأي واحد خارج على القانون فوضوي عبسي ما تعلمش ومش محترم لأنه ده مبادئ الاحترام إذا عيشت في دولة احترم قوانينها وإحنا هنا عايشين في بلادكم بنحترم قوانينكم غصب عننا حتى لو ضد عقيدتنا بنحترمها وما نقدرش فيقول لأ أنت في الآخر ضيف في بلد بنحترمها ومش بس كده وبنحافظ عليها حتى لو أنتم بتمشوا على دماغكم أوكي تمام فإذا نزلتوا بلادنا تحترموا قوانيننا زي ما بنحترم تراثكم وعاداتكم اللي بنعتبرها سخيفة برضو أنتم كمان تحترمونا وبالمناسبة القضية بتاعتكم دي إحنا فيها سواء عرب بس مش بس المسلمين ده فيها يهود وفيها مسيحيين القضية بتاعتكم دي ناس كتيرة ضدها كتير أمريكان ومسلمين ومسيحيين فتحترمونا لما تنزلوا بلدنا تحترمونا اللي بيدخل كنيسة يحترمها اللي بيدخل معبد يهودي يحترمه اللي بيدخل مسجد يحترم المسجد واللي بيدخل بلد وبيت بيحترم تقاليد البلد دي أو البيت ده أما كون وزيرة الداخلية المنوط بيها احترام قوانين بلد وقوانين التحاد دا وللكرة القدم تعمل الحركة دي وتعمل نفسها بورم أوي هي لا ما تفرش أي شيء عن مواطن عربي أو إفريقي دخل بلدها بفيزا سياحي وقرر يقصر الفيزا دي ويعيش في البلد بتاعتها ساعتها هو هيطول القانون ويتطرد أو يترحل بينما المدام محدش هيحاكمها الخلاصة يا حضرات يخطئ اللي شايف إن كرة القدم مجرد لعبة بيجروا 22 ورقورة أو إن المونديال مجرد افتتاح أو حفلة ختاب مفتتاح بدليل اللي بيحصل في البطولة دي شوف إزاي المونديال اتحول لمنتدى سياسي ولمصالحات ولمنتدى الثقافي والإصراع حضرات وكشف لنا كمان إن الغرب على أعلى مستوى مستوى وزير الداخلية ومش أي وزيرة مش وزيرة اقتصاد مش وزيرة ثقافة دي وزيرة داخلية منوض بيها الحفاظ على القوانين واحترام القوانين اتكشفت بالشكل ده المنتدى الرياضي ده تحول الاقتصادي والإعلامي فلا الدكتور الألماني اللي اعتبر فوز السعودية أكبر دعاية للثقافة العربية مجرد درويش بالكورة ولا الجماهير في سوريا وفلسطين وفي تونس وفي المغرب وفي اليمن وفي مصر والعالم العربي مجرد مشجعين بيشجعوا السعودية من إمتى إنما ما فيه حاجة وراء الرسالة دي في رسالة وراء الكلام ده وقناعة كشف وسقط للغرب وأيضا في احتفالنا بفوز السعودية في رسالة تانية إن العروبة هتفضل مهما اتدعى اليساريين أو العلمانيين أو الي بيعتبر ان العروبة تخلف لا هتفضل العروبة وهتفضل الأجيال الصغيرة مهما غسلتوا في أدماغتها عربية مهما كانت الدعاية السيئة والخرافات اللي انتو بتروجولها والقصص المزيفة هنفضل عرب وأدي الغرب بتاعكم في الأكدام ترجمة نانسي قنقر